كل التأدير ليه طبعاً كمان الكابتن الخطيب وجه الشكر للأستاذ أو الدكتور عمرو محب اللي كان قاين بأعمال الترجمة مع مستر بيتش موسيماني بعد ريني فيلر وتقرر عودة عمرو محب لعمله في إدارة العلاقات الدولية عشان يستفاد من أيضاً كفاعته وعمله في هذا الجانب المفيد والمهم للنادي وجه الكابتن الخطيب الشكر لكابتن محمد شرف المدرب اللي قام بمساعدة كابتن سامي أمصان الفترة اللي فاتت وعاد شرف لقطاع النشئين تاني هو وعمر رشدي محلل الأداء اللي قاموا بمهام كبيرة في خلال فترة تولي سامي أمصان مهمة العمل المؤقتة